طبعاً يعني حالة من الحزن مستمرة في رحيل كابتن هاب جلال طبعاً والناس كلها لحد دلوقتي حقيقة زراحة زعلنين على رحيله وكم الحزن والقهر طبعاً على أسرته وعلى أحبابه وعلى المقربين منه وعلى جماهيره وعلى كلعبين الفرق صعب حقيقي ربنا يرحمه ويغفر ليه وكم الحب اللي احنا شايفينه من الناس ومن المحبين وصحافة وإعلام وكم كبير جداً من نجوم الرياضة المصرية ومن الإعلام الرياضي كانوا متواجدين النهاردة خالص عزائل أسرته وربنا يصبرهم على فرق وهي دي الدنيا هي دي الدنيا هي دي كورة برضو كورة كورة صعبة جماعة والله ما حدش يفتكر إن المشاهير دول الحياة بالنسبة لهم حياة عادية فيه ضريبة وفيه ضغطات وعصاب وزعل وفرحة فيها حاجات كتير قوي هي الكورة كده كان دايماً بيتقلنا الكورة أبيض وسود لما بتبقى بيضة بتبقى تحس نفسك إن انت طاير كده طاير في وسط الناس طاير في وسط أسرتك في وسط أولادك في وسط صحابك في وسط أخواتك تحس إن انت الحياة حلوة والناس دايماً بتشوف إن لعيب الكورة والمدرب إن هو موضوع إن بياخده فلوس وبياخده مقابل المقابل اللي هو بياخده ده نتيجة ضغط إعلامي ضغط عصبي ضغط نفسي ضغط جماهيري وإنت في الشارع كل الحاجات دي قصادها مقابل ما تفتكروش يا جماعة إن المدرب ولا اللعيب الكورة ولا رئيس النادي لما بيبقى متواجد في المجال الرياضي ده بالنسبة له عادي اللي هو عايش حياة طبيعية لأ أنت فيه ضريبة فيه ضريبة قصادها يعني على فكرة الضريبة دي أنت ممكن تدفع تمانها حياتك يعني بتدفع تمانها حياتك زي ما حصل مع رحمة الله عليه أحمد رفعت ربنا يرحمه سادة الوزيرة ونائب رئيس النادي الأهلي العمري فاروق كابتن محمود صالح كل ده ضريبة ضريبة الشهرة وضريبة الكورة على فكرة يا جماعة والله ما احترامي يعني الجمهور إذا كان الجمهور نفسه يعني فيه ناس كتيرة جدا توفيها الله في مباريات بسبب مباريات أهلي وزمالك بسبب أنه هو بيحب الأهلي خسر بيحب الزمالك الزمالك خسر وساعات العكس صحيح ممكن من الفرحة الزيادة أن الأهلي كسب بطولة من كتر الفرحة بتاعته ممكن تأدي الوفاة وحصلت في نادي الزمالك نفس الكلام كان لسه حتى الاثنين المشجعات في مبارات الأهلي والاتحاد السكندري في برج العرب من كتر حبوهم ومن كتر عشقوهم للكيان وحصل برضو من بعد جماهير نادي الزمالك ربنا يرحمهم ويغفر ليهم ويرحمنا جميعا فهي مش على اللعب الكرة بس ولا على المدير الفني ولا على رئيس نادي ولا حتى لو ليه منصب إداري أو ليه منصب مثلا في مجال الرياضة لا هي على الكل حتى على الجمهور ربنا يرحمنا ويرحم الجميع ويغفر ليهم ويغفر لجميع شهدائنا شهداء الوطن وشهداء جمهير الكرة المصرية أهلي زمالك اسماعيلي مصري كل الأندية الجمهيرية اللي فعلا بعض المحبين منهم أو المحبين منهم ضحوا بحياتهم عشان خاطر تشجعهم للنديه ربنا يرحم كابتن هاب جلال ويغفر ليه ويجعله في ميزان حسناته ودعوات الناس ليه أعداله شايفين ما شاء الله كم الحب وكم المحبة من المقربين منه من اللعيبة ومن حتى اللي كانوا شغالين معاه كل ده كابتن هاب جلال رحمة الله عليه ظهر في إخلال اليومين الماضيين ربنا يرحمه ويصبر أسرته وخالص عزائي لأسرته الكريمة وخالص عزائي لجمهور الشعب المصري وكل جمهير الكرة المصرية